عزيزي الطالب لتكتمل أمامك صورة الداعية الحق لابد أن تقف على ما ينبغي أن يتحلى به من صفات وآداب هذا ما ستحمله إليك الشرائح التالية ما الصفات التي يجب أن يتحلى بها الداعية وما الآداب التي يجب أن يسير في فلكها إن هذه الصفات التي يجب أن يتحلى بها الدعاء نوردها إليك في النقاط التالية أولا أن يكون على إيمان عميق بما يدعو إليه إيمان جازم بعظمة ما يدعو إليه وهو الإسلام ويعرف الناس بربهم وهذا مما يجعل لدعوته بين الناس قيمة أيضا أن يكون الدعية على اتصال وثيق بالله تبارك وتعالى ومن مظاهر هذه الصلة الوثيقة بالله إخلاص النية له سبحانه في الدعوة وفي القول وفي العمل وكذلك محبة الله عز وجل إذ إن محبة الله سبب لكل خير وإخلاص النية لله تبارك وتعالى سبب لكل فلاح وكذلك من المؤثرات التي تقول إيمان العميق والصلة بالله تبارك وتعالى الدعوة على علم وبصيرة بما يدعو إليه الدعية إن الدعية الذي يدعو بجهل بدعوته أو بغير فهم لمراميها ومحتوياتها هو ذاك الذي يضل ويضل الناس أيضا مما ينبغي أن يتحلى به الدعية من صفات الوعي الكامل ما المقصود بالوعي الكامل إذن؟ أي أن يكون مدركا لما يحيط بالدعوة من مؤثرات من عوامل الفلاح أو عوامل الفشل فينجو بدعوته عن مواطن الهلاك ويشدها شدا ويعمل بنشرها في مواطن الفلاح والنجاح إذ إن العلم لا يغني عن الوعي وكلاهما مرتبط بالآخر كيف يكون الدعية على وعي شامل إنما يكون بعدة أمور أولها واقع الدعوة ومتطلباتها في العصر الذي يعيش فيه الدعية أي أن يكون الدعية ملما بهذا الواقع وقافا عندما يحيط بدعوته من قيم أو من مخاطر كذلك أن يكون الدعية واعيا بواقع المدعوين من حوله فليس لكل طبقة من الناس ما يناسب الطبقة الأخرى ولذلك يقولون لكل مقام مقال كذلك أن يكون الدعية واعيا بواقع الدعية نفسه أي أن يفهم نفسه فالدعية إن فهم نفسه استطاع أن يضعها في موطنها وأن يحرص أن ينجو بنفسه عن ظروف وأحوال ربما تكون وبالا عليه وليست آخذة بيده إلى النجاح والفلاح كذلك مما ينبغي أن يعيه الدعية الحكمة في الإسلوب فالحكمة هي منهج الأنبياء والمرسلين وقد خاطب الحق تبارك وتعالى قوله خاطب الحق تبارك وتعالى نبيه بقوله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الحق تبارك وتعالى يشير إلى القدال بالتي هي أحسن إعمال العقل والوعي والتوجه بالدعوة على منهج الحكمة إلى المدعوين من الصفات التي يجب أن يتحلى بها الدعية أن يتخلق بالخلق الحسن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى قيمة الأخلاق إن من أقربكم مني مجلسا وأحاسنكم أخلاقا إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا والحق تبارك وتعالى يشير إلى وصف حبيبه محمد بأنه كان على خلق عظيم وإنك لا على خلق عظيم والسيدة عائشة رضي الله عنها تقول عن أخلاق النبي كان خلقه القرآن وبهذه الأخلاق ينبني عليها الدعاة في كل زمان ومكان تنجح بهم دعوة الله في الآفق ترجمة نانسي قنقر